اشتركوا في القناة الدنيوية مهمة جدا وبدونها كانوا هيهلكوا أما أعظم نعمة على الإطلاق فهي نعمة التوحيد فأرسل لهم الأنبياء والرسل القثر عندنا مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون سيدنا داود وسيدنا سليمان سيدنا زكريا وسيدنا يحيا وسيدنا عيسى عليهم السلام وأمدهم أيضا بالكتب السماوية المنزلة من عند الله عز وجل هنلاقي الزبور والتوراة والإنجيل كل النعم دي فضل الله عز وجل لبني إسرائيل على العالمين من أهل زمانهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وما جاء نبي من أنبياء بني إسرائيل إلا وبشر برسول آخر الزمان وكان بني إسرائيل يعلمون نعته وصفته من التوراة والإنجيل علم اليقين فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به ولم يؤمن به منهم إلا نفر قليل فكان لابد من الجمع بين الترغيب والترهيب فنزل قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وخافوا وارهبوا يا بني إسرائيل يوما عظيما رهيبا تقومون فيه بين يدي الله وفي ذاك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئا وإن كانت نفس لنبي أو أحد الصالحين ولا يقبل منها فدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا ولا تنفعها شفاعة ولا واسطة وإن كانت من العشيرة الأقربين ولا هم ينصرون ومن يستطيع أن ينصرها ويمنعها من عذاب الله واتقوا يوما هل ما يتقى هو اليوم؟ لا لأن اليوم هو ظرف زمان ولكن ما يتقى هو أهوال ذاك اليوم فنحن نتقي في ذاك اليوم ما قدره الله من أهوال وعذاب للكافرين وجاءت يوما نكرة للتهويل والتعظيم فهو يوم شديد الأهوال وكيف لنا أن نتقي ذاك اليوم؟ لا يمكننا أن نتقي يوم القيامة إلا بأمرين الإيمان بالله وإلحاقه بالعمل الصالح لازم كلنا نعرف أن الله عز وجل له صفات جمال وصفات جلال صفات الجمال زي الرحمن والرحيم والكريم والغفور والودود وصفات الجلال زي القوي والجبار والمذل والمنتقم وفي يوم القيامة لا بد أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال لله عز وجل وقاية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئة واضح هنا أن في نفسين نفس شافع ونفس مجفوع لها وهناك العديد من الأسماء ليوم القيامة عندنا مثلا يوم التلاق يوم الفصل الواقع الحاقة وتقرر ذكر يوم القيامة في الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة وقال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فقمة الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله واليوم الآخر ومن لم يتقي الله عز وجل فإنه سيتقي غيره من المخلوقات قال ابن الخيم رحمه الله إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس فلن يغن عنك من الله شيئا وإيه هي النفس النفس كائن غير مرئي لا ملموس ولكنه محسوس والنفس تتعلق بالجسد تعلق الماء بالعود الأخضر والنفس سر من أسرار الله عز وجل وهي التي تؤثر على البدن بالرغبات والشهوات والنزوات وطالما أن النفس موجودة فأنت مكلف فإذا فارقت النفس الجسد فأنت ميت والنفس تفرح وتتألم وتدخل الجنة وتدخل النار والنفس تتذوق والنفس أيضا تموت قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم ولا يقبل منها عدل يعني عدل يعني فداء وجاءت عدل نكرة للعموم يعني لن يقبل منه أي فداء ولو افتدى نفسه بملء الأرض ذهبا قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ولو افتدى نفسه بأقرب الناس إليه قال الله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فسبحان الله العظيم من كان يفديه بحياته في الدنيا سيتبدل به الحال لما يرى أهوال يوم القيامة ولا تنفعها شفاعة يعني شفاعة يعني وسطة والنفس المقصودة في هذه الآية هي النفس الكافرة فلا تنفعها شفاعة إطلاقاً فلا ينفع إبراهيم عليه السلام يوم القيامة أباه ولا ينفع سيدنا نوح عليه السلام ابنه ولا زوجته يوم القيامة ولما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم كريشاً وقال لهم والخلاصة أن الشفاعة هنا منفية بالكلية لأي نفس كافرة احتج المعتزلة بهذه الآية وأنكروا الشفاعة وقالوا أنه لا شفاعة لمرتكب الكبيرة وأنه كافر وهذا قول فاسد وباطل وأجمع علماء المسلمين على أن العصاء من أهل التوحيد تحت مشيئة الله عز وجل ويكون هذا مهما اقترف من الذنوب والمعاصي والكبار فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له رحمة منه وإن شاء عذبه عدلاً منه أما المسلم فتنفعه الشفاعة ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له ولا هم ينصرون بل يخذلون ويخسؤون ويخسرون ومن يستطيع أن ينصرهم من عذاب الله وسخطه نظر المستشركون للآية رقم 48 من سورة البقرة والآية رقم 123 من سورة البقرة وقالوا أن هذا تكرار في القرآن الكريم وأنه دليل على ضعف القرآن الكريم ونفع علماء المسلمين ذلك وقالوا أن التكرار في القرآن الكريم ليس فقط من أجل التكرار ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال وليس في القرآن تكرار محض بل لابد من فوائد في كل خطاب ونفى هذا الاتهام أيضا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وقال هناك بين الآيتين تشاب الظاهري ولكن في الحقيقة هناك معنى لكل آية مختلفة عن الأخرى فالحديث في الآية الأولى عن النفس الشافعة عن النفس الصالحة أما الحديث في الآية الثانية عن النفس الكافرة النفس المشفوع لها فالنفس في الآيات الأولى هي النفس الشافعة قال تعالى ولا يقبل منها شفاعة أما الحديث في الآية الأخرى عن النفس المشفوع لها قال تعالى ولا تنفعها شفاعة وهذا من حسن بيان وبلاغة القرآن الكريم جزاكم الله خيرا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون